في نظام الماك بإمكانك استخدام زوايا الشاشة لتفعيل أوامر معينة وذلك بالدخول على الإعدادات وبعدين Desktop and Screen Saver تختار Screen Saver من الأعلى وبعدين تضغط على Hot Corners فالآن بإمكانك اختيار أوامر معينة من ضمن القائمة المنسدلة هذه عند تحريك الماوس إلى أحد زوايا الشاشة على سبيل المثال أنا مختار الزاوية السفلية اليمنى لإظهار الديسكتوب إذا كانت في نوافذ مفتوحة فالآن لو حركت الماوس إلى الزاوية السفلية اليمنى راح تختفي معي نافذة الإعدادات أتمنى تكون التلميحة أعجبتكم يعطيكم الفعافية ونشوفكم مع فيديو قادم